بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يتقدم معالي وزير الديوان الملكي بوافر الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى العائلة المالكة الكريمة على تهانيهم لجلالة الملك المفدى بالأعياد الوطنية إحياء لذكر قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وإلى رؤساء وعضاء جميع سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء وعضاء المجالس البلدية وشركات القطاع الخاص على تهانيهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبات المجيدة وإلى جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها وإلى رؤساء الجمعيات الوطنية ورؤساء وعضاء الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية والفعاليات الوطنية وإلى رؤساء تحرير الصحف المحلية ووسائل الأعلام المختلفة وإلى المقيمين على أرض مملكة البحرين العزيزة وإلى جميع من شاركنا في هذه الاحتفالات الوطنية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وفيض مشاعريهم بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات أو الإعلانة وإبراز مظاهر الاحتزاز بالعيد الوطني وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم في مختلف محافظات المملكة وبما فاضت به قريحتهم من قصائد جميلة ومقالات معبرة ومقابلات إذاعية وتلفزيونية وجميع أشكال التعبير الأخرى بهذه المناسبات الوطنية المجيدة وأن يديم على البحرين العزيزة أمنها واستقرارها وما تنعم به من نهضة وتقدم وازدهار ترجمة نانسي قنقر